اشتركوا في القناة يعني رب على هذا المصاب الجلل وان شاء الله تعالى يعني هناخد حقينا ان شاء الله تعالى الحلقات اللي فاتت مشاهدين الكرام اتعرفنا على حرف الالف حتى حرف الخاء وتعلمنا الحصة اللي فاتت او الحلقة اللي فاتت اتعلمنا ازاي نحلل الكلمة الى مقاطع صوتية النهاردة هنراجع سريعا سريعا كده ونستأذن مخرجنا هنروح عالصبورة ان شاء الله تعالى دلوقتي هنراجع هنراجع مشاهدين الكرام على الحركات سريعا سريعا القديمة كده عشان نشوف حد فاكرها قولا فيه حد نسيها كده يلا حبيبي يا حلوين اول حاجة نعملها لابد نمشي على السطر كده عشان من ايه من بوص الدنيا تمام كده تمام ده هو اسم البرنامج ان هنراجع على حركات سريعا سريعا عشان الطلبة اللي ما حضروش الحلقات اللي فاتت يلا دا همزة فاتحة يلا همزة كسرة ايه طب ضمه او بعدها مد بالالف او يلا معايا ببرافو عليك يsuweこの look تمام الألف أو الهمزة الساكنة يا محمد نعرف يا محمد يا عزة نعرف أنطقل وحدها يلا يلا يا كرماني الله ينور عليك الحرف الساكن حرف ضعيف ما ينفعش ننطقل وحده تبلوتاء الله ينور عليك تبلوتاء حلو يا كرماني كويس والله فيه النهاردة معنا تلموس جديد اسمه كرماني مش عارف يعنيه كرماني بس ايه هو اسمه كده ازاي ما تعرفش يعني تمام كده ده حرف الألف يا حضرات تمام بالفتح والكسر والضم يلا كده معيها واحد حيقول لي الحركات دي كل مرة ترجع لنا عليها طبعا كل مرة الحركات هي اللي حتعلمني الحركات هي اللي حتعلمني أنطق الكلمة طب يلا حرف الباء كده يلا حركات حرف الباء باء فتحة يلا قول معايا باء كسرة الله ينور عليك يا محمد أيوة كده عاوز الناس كلها تبقى دماما باء فتحة باء باء كسرة بي باء ضم بو الباء بعدها مد بالألف عزة الله ينوري بعدها مد بالياء بعدها مد بالواو برافو عليك يا حبيب والديك أيوة كده أنا عايزة كده تبقى إيه مصحصح معايا كده طب الباء الساكنة يا عزة نعرف منطقل وحدها مين اللي قال آه هتهولي آآ أب لو إيه الله ينور ده بلوقوه برافو عليك تب لو تا تب 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 الحرف الساكن حرف ضعيف ما ينفعش ننطقل وحده لابد أجيب حرف يسنده حرف قوي متحرك تمام كده طيب التا يا عزة تا فتحة تب لو كسرة تا ضم عجيلك يا عزة تا فتحة تا كسرة تي ضم تو إسلام دم كويس والله تا بعدها مد بالألف يا إسلام يلا تا يلا تا بعدها مد بالياء بعدها مد بالواو طيب التا الساكنة يا إسلام تا الساكنة أعرف أنطقل وحدها لإيه الحرف الساكن حرف ضعيف تا بلو أ يلا أقول أت تا بلو إيه ات يا محمد عزة المخرجنا الكريم لو في حد حيددلع عندك ما تخلوش يتكلم معي أت ات ات تمام كده ات 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 تمام طيب حرف الثاء يا حضرات يلا كده هم ثاء فتحة ثاء ثاء كسرة ثاء ثاء ضم ثو طيب الثاء بعدها مد بالألف ثاء الثاء بعدها مد بالياء الثاء بعدها مد بالواو الله ينور عليك الثاء الساكنة نعرف أنطقل وحدها طيب كويس والله لأستاذ نصر الشاهد اشترك معنا علشان هو برضو عايز يعلم أبنائهم برافو عليك يا نصر أيوة كده الناس اللي القديمة دي تاب يالله بقى الحرف الساكن بقى الثاء الساكنة يا نصر الثاء الساكنة عرف أنطل وحدها الله ينور عليك T الله ينور عليك الله ينور عليك وحاتحس حس بس 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 كده الآلف والباء والثاء والثاء تعالوا بقى نئيه على ايه على الجيم والحاء والخاء معلشي لابد مراجع كل حصة يا حضرات كل حصة يا حضرات لابد راجع على حركات الحروف السابقة كلها وليه الأمر ما ينساش وما يزهقش وما يزهق وبرضه نفس الحكاية برضه عشان طفله ما يزهقش وخاصة في جو الحظر ده ابعتولنا يا حضرات ابعتولي على الواتساب بتاعي زيروا ألف واحد وعشرين ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين أي فيديوهات لأبناءكم فيديوهات تعليمية قرآن حديث أنشيد حتى لو حركات الحروف تمام أيوة الأستاذ نصر الشاهد متفاعل معنا في الكنترول وكمان منخلي أبناءه في البيت كمان يشاهدوا اللقاء على الهوائي متبوعة شرطة أيوة كده دي الناس يا جماعة دي أولياء الأمور اللي فهمها أولياء الأمور اللي اللي فعلا عاوز أتعلم أبناءها تمام كده خدنا حرف الجيم يلا جيم فتحة جاء جيم كسرة جي جيم ضمة طيب الجيم بعدها مد بالألف الله ينور عليك طيب الجيم بعدها مد بالياء الله ينور عليك يا حبيب والدك طيب بعدها مد بالواو طيب الجيم الساكنة يا أستاذ ناصر الجيم الساكنة نعرف أن ننطقها لوحدها ما نعرفش أن ننطقها لوحدها عشان حرف ساكن حرف ضعيف طيب تبلوؤوه أيوة الله ينور عليك قد تمام كذا طيب حرف الحا يا حبيبي يا حلوين يالله كذا حا فتحة أنا سامع أن فيه واحد بيقول لي حا لا حرف اسمه الحا حا مرققة حرف الحا مرققة ينفع أقول حامد لا اسمه حامد بابتسم وأنا بقوله حا فتحة حا حا كسرة حي حا ضم حو بعدها مد بالعالف يالله حبيبي يا حلوين حا بعدها مد باليا حي بعدها مد باليا حو الحا الساكنة حبيبي يا حلوين أعرف أنطقها لوحدها ما ينفعش أنطقها لوحدها أيوة كذا شوف نصر الشاهد بالرغم أنه هو من الناس الأديمة جدا ماشي وحضرتش الحاجات دي بس متفاعل معاه في الكنترون بدع برافو عليك والله أيوة كذا ناشي يالله شوف بقى الحتة دي بقى أح ماشي دي تعليم والله تعليم يا كنترول ده تعليم أح إح أح ما فيهاش أي أدنى أي حاجة يالله ولو كا كح 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 فح 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 أنا بعلم الحرف الساكن ما فيهاش أي عيب يا حضرات تمام كده ماشي فضل إيه يا ولاد فضل الخاء يا أستاذ خاء فتحة اسمه إيه 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 عزفت أشوف كده حرف إيه لا مش خاء اسمه خاء مفخم غليظ زي خالد ماشي خاء فتحة خاء خاء كسرة خاء ضمة الله ينور عليك يا حبيب والدك الخاء بعدها مد بالألف بقى خاء بعدها مد بالياء خي بعدها مد بالواو خو الخاء الساكنة أعرف أنطاقها لوحدها ما ينفعش أنطى الخاء الساكنة لوحدها لابد أجيب حرف متحرك قدامه عشان أنطاقه إزاي يا أستاذ لا لا لابد أسبقه بحرف الحرف الساكن أحطه قدامه حرف أهو أهي أخ طيب لو إيه أخ يا الله لو أوه الله ينور عليك بكده يا حضرات تعلمنا الحركات القصيرة والطويلة والسكون لحرف الآلف والباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء تمام كده يبقى عشان برضو أشوف الناس هتديكم بعض الكلمات قبل ما ندخل الدال كده بعض الكلمات يا حبيبي يا حلوين نشوف مين اللي بيعرف يستهج كويس يلا كده حبيبي يا حلوين يا ما أطأطيك يلا هه حدي كده معايا كده يلا يلا يا أستاذ مصر كده يلا نشوف حبيبي حلوين كده و يلا ولو أي افتح المداخلات عادي عشان الطلبة يشتركوا معنا على الهواء ويعرفوا يقرؤوا الكلمات يلا حبيبي يا حلوين كده ونشوف مين اللي هيبدع يلا حكتب كلمة كده من الحروف اللي فاتت تمام كده هشوف مين اللي يعرف ينطأه من الطلبة الصغيرين يلا حبيبي يا حلوين يلا في كنترول كده لو فيه أي عايد صغير في كنترول كده ولا سوانطط يلا واحد حيقول لي واحد حيقول لي أخي أقول له لا استنى لا أخي ولا أختي دلوقتي وحدة واحدة استهج حرف حرف وانت حتوصل للكلمة بسهولة جدا الله ينور عليك يا حبيبي وارد أيوة كده محمد يا عزة ألف همزة ضم أو ألف همزة ضم أو طب الخائس ساكين يا أستاذ أعرف أنطأه لوحدها الله ينور عليك الناس مبدع معايا خائس ساكين يا أستاذ قال لي عزة قال لي لا ما انطأهاش لوحدها لابد أجيب لها الحرف اللي قدامها معاها ينطأها كده يلا آلف همزة ضم أو خاء ساكينة أخ شوفوا وقفت عليها هو النفس بقدر أخ تمام طب تا كسرة تي يبقى أخ تي طب في بعد التا الكسرة دي في مادة بلياء أقول إيه بقى أخ تي أخ تي الله ينور عليك كفاية الكلمة دي بس برضو هورريكم نشوف مين اللي هيعرف يا أطع هالي يعني ايه أطعها يا أستاذ يعني يعني يحلي لهالي مقاطع صوتية نشوف الحصة اللي فاتت مين اللي خاد باله من التحليل المقاطع صوتية تمام نحن قلنا ايه الحصة اللي فاتت حرف المتحرك لوحده حرف المتحرك ليه لوحده ده ما أقطع لوحده الحرف الساكن يبقى مع اللوء قدامه المد مع الممدو تعالى كده يا الله محمد يا عزاني معاي آلف همزة ضمة أو أقطع لا شوف أه الخطأ الفادئ اللي حصل ده خطأ فادح لا يا حبيبي فيه خاء ساكنة يبقى المقطع يعني مقطع صوتي شوف أنا بأنطقها إزاي بصوا بصوا الموضوع سهل جدا أختي لا أنا عملت حاجة هنا ده أنا اللي بأنطقها المقطع مش بمزاج يا محمد لا انطقها كده محمد انطق معايا كده انطق الكلمة كده الله ينور عليك انت عملت إيه أختي ده مقطعين صوتيين ده والله شوف ناصر اللي لسه حاضر حصة النهار أول حصة يحضرها النهار ده محمد عزة تينفع كده شوف قال إيه أخ أدي مقطع يعني مقطع صوتي تاني أول تاني يعني مقطع صوتي جزء جزء حتة حتة جزء من الكلمة منقطعه نعرف ننطقه الواحده تعال كده أخ قال له طب أنا نطقتي الساكن مع اله قدامه أخ يبدأ ده مقطع صوتي أخ أخ واقطع بص بعد السكون اقطع على طول أخ مقطع صوته واحد أخ أخ أعرف نطقه الواحده طيب اتأي الكسرة دي الواحدة يلا يا عزة الله ينور عليك المد مع الممدود شوف واحد با يقول لي كم مقطع كده يا عزة أربعة الله ينور عليك صح كده هو أربع حروف أه بس أنا نطقطها مقطعين صوتيين بس أخ أدي مقطع صوتي تي برافو عليك يا حبيب والديك كده اهيت احنا قطعناها الكام مقطعين صوتي عملنا إيه يا أستاذ الألف همزة ضمة أو خدناها إيه طيب في حرف ساكن بعد الألف ضمة دي أخ أهو أخ أخ التأ بعدها مد بلي تي أخ تي مقطعين صوتيين برافو عليك كده تمام حلوين مقطعين كده نبدأ في حرف الدل بقى معلش يا جماعة أنا فعلا يعني في الحصة أو في الحلقة بتاعة التعليمية ديت بتعب الناس اللي معايا ومدير التصوير لأستاذ محمد منصور التعب والله معلش يا أستاذ محمد طيب احنا ناخد اليهر ده حرف إيه؟ حرف الدال يا أستاذ حرف اسمه إيه؟ دال مش ده اسمه دال اسمه إيه؟ دال بابتسمه وأنا بقوله وهو دال 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 إيه ده؟ الحرف ده مرقق يا أستاذ طالما ابتسمت أيوة مرقق يعني مرقق؟ يعني متدلع كده ما ينفعش أقول ضاء زي الضاد لا ولا الطاء ولا الضاء ولا القاف ده اسمها دال متدلعه زي إيه؟ دا دا دار دار تمام كده؟ تاوي يلا نطلع كراسة شكل الحرف يلا بينا يا حضرات نطلع كراسة شكل الحرف يلا بينا أول صفحة على يمينة نعمل فيها إيه؟ نكتب حرف الدال عشان نعرف نرسمه تعالوا كده نرسمه بطريقة سهلة جدا يا أولاد والله مش صعب واحد هعملولي زي البق كده لا 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 ما ينفعش جدا الخاص لا إحنا عايزين الدال تبقى ميلة سنة تعمل إيه؟ بصوا واحد أهو بس ميل سنة كده أهو شوف أهو زي الشرطة كده واحد أهو هو واحد بس نميله سنة على الشمال كده أهو ميلنا أهو ومن هنا كده أهو تجي عامل كده موضوع سهل جدا كده أهو تاني نرسمه تاني واحد ميل كده هو واحد بس نبقى ميل شوية على الشمال أهو ونعمل كده وشرطة كده وخلاص على كده أدي الدال لابد يكون ميلة سنة كده تمام كده؟ ما يفجح؟ هدير معانا هدير تلميذة اسمها هدير السلام عليكم عايقم التلميذ هدير معايا؟ او منين هدير؟ نعم منين؟ او غيره ماجيزة؟ او عامل اي هدير؟ الحمد الله اخبارك ايه؟ تم ممكن نوطي بس كده نوطي بس التلفزيون شوية؟ قولي بس بابا او ماما يوطي التلفزيون شوية يلا حبيبتي؟ واسمعيني من التلفزيون او معايا كده؟ او سنة كلمة حبيبتي؟ سنة ربعة ربعة؟ او بسم الله ما شاء الله ايه عملت البحث ولا لس؟ ليه طيب كويس ايه اللي اخارك بقى؟ بابا ولا ماما اللي ماخارك؟ بابا اه هو دايما كده ده ماشي هو كده دايما الابهات كده مشغلين معلش يا حبيبتي ايه رأيك في طريقة تعليم الحروف؟ ايه رأيك فيها؟ ايه رأيك في طريقة تعليم الحروف؟ ايه رأيك فيها؟ ايه طيب اسمأيني بالتلفون احسن يعني سيبي اخواتك وماما عند التلفزيون وانتي يجنبي جنبك ده ومسيكي التلفون ماشى؟ طب اسألك سؤال في الحروف ولا اسألك سؤال في النحو ايه رأيك؟ يا هدير؟ طيب انا عايزك اكتبلك كلمة وتقطعها لي ايه رأيك؟ في الحروف في الحروف على قدك ماشى طب هكتبلك كلمة واتقطعها لي مخط على صوتية ايه رأيك ديال هنشوف ايه الكلمة دي كده يالا كده حبيبتي انطقي الكلمة دي كده ناص احنا اقول ان ما ينطقش الكلمة مرة واحدة هنستهجاها نون فتحة نا نون فتحة نا صد ساكنة ناص رأى ضم رو طيب ناصر دي حبيبتي عشان نحللها المقطع الصوتية نبقى كم مقطع اقولي معايا كده يالله اقولي معايا ايوه الله ينور عليك يا حبيبة والديك النون فتحة والصد الساكنة مع بعضهم الساكن مع اللي قدام وبرفو عليك يا هدي العسل ماشي وقيتاني بقى ناخد الرأى معهم ولا رأى لوحدها الرأى ضم رأى الله ينور عليك وبقى ايه ناصر كم مقطع يا حبيبتي كده تلاتة مقطعين ولا تلاتة الله ينور عليك متشاكلين جدا هدير وبرفو عليك ايوه كده بس المرة جابة هسألك في الناحو عشان ما ينفعش انت كبيرة تمام واعلم اخواتك حبيبتي يلا برافو عليك ايوه كده عاوزين تفاعل كده بس يا استاذ عزة بقى ايه يعني نهدأ شوى من الاتصالات انا عارف ان الاتصالات كتير عشان بس نخلص حرف الدال ماشي عزة نمتوا ليه ماشي يا فندي بصوا حبابي احنا طلعنا كراسة شكل الحرف وعرفنا نرسم حرف الدال ماشي حرف الدال اهو بصوا واحد مايه كده وشرط ماشي حد يعمل هالك كده لا هي كده تمام كده ده الصفحة اللي عليمين في كراسة شكل الحرف تمام الصفحة العشمال بقى هنعرف الحرف الدال في اول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي اخر الكلمة يلا يا حبيبي يا حلوين كده وحرف الدال اهو يا ولاد من الحروف الرفاصة لو اقوعكم نسيته ما بتمسكش في اللي وراها تعالوا كده ادي حرف الدال اهو في اول كلمة اهو تمام كده حرف الدال في اول كلمة حرف الدال يا حبيبي له حرف الدال لي شكل بس فقط لا غير معي يا عبد الرحمن السلام عليكم يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن هل تسمعني؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك عبد الرحمن؟ أخبارك؟ في سنة كام؟ الحمد لله أخبارك ايه؟ طب كويس عايز تشترك فيه عبد الرحمن؟ يا الحمد لله عايز تشترك كلمة وتنطعها وتقطعها؟ يا حروب تمام مش يا عبد الرحمن أنا هكتب لك كلمة عبد الرحمن وتقطعها لي وتحللها لي مخاطعة صوتية تمام؟ ماشي تمام؟ تنطعها الأول نطقا صحيحا ثم ايه بعد كده تقطع هالي حتحلل هالي بخطع صوتين تمام هنكتب كلمة مثلا يلا يلا كده هو عازك تنطع لكلمة دي يلا كده حبيبي يلا هتاله كده بين كده كويت حساشة تمام يلا لأ 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 في خطأ فن اهو بص حبيبي اهيه الكلمة قدامك اهيه انت اهلي تاني يلا يا عبد الرحمن بص حبيبي بص انت دلوقتي مدت الهمزة مدت الالف الاول لا يا اله همزة حركة قصيرة اله همزة فتحة ا ا ا ا وببتسم وانا بقولها ا ا ا الخاء الساكنة بعدها ا اخل يلا كمل انت بقى اكمل شكرا عبد الرحمن وانت عدي بغشيشك على فكرة يلا هذا الطابع اللت ا ناو اهميه تمام ا استود محمد عزت ممكن ممكن نكمل بعض ازنى委 حرف الدال عشان وبقى في اخر وفي اخر الحصة ان نستقبل في اخر الحالة عارف والله انتصاد كتير ايه والله عارف بس تب نخلص حرف الدال ونبدأ في المشاركات ما رأيك طيب شكل حرف الدال يا حبيبي يا حلوين هم لها شكلين فقط حرف الدال لشكلين لحرف ايه الدال لشكلين هتشوفه دلوقتي ادي الدال في اول الكلمة اهيه حرف الدال من الحروف الرفاصة يعني ايه من الحروف الرفاصة يا استاذ لا تتصل بما بعدها يعني ايه لا تتصل بما بعدها يعني بترفص اللي وراها ما بتمسكش فيها طيب نشوف كلمة كده اولها حرف الدال كده يلا حبيبي يا حلوين برافو عليك يا حبيب والدك اهو اهو برافو عليك تمام حرف الدال في اول الكلمة اهو حرف الدال رفاص رفاص لياء اهو تمام ما مسكش في الياء او احد او احد يمسك الدال في الياء او الدال في اللي بعدها حرف الدال رفاص رافض بيرفض اللي بعديه بيرفص اللي بعديه ما بيتصلش باللي بعديه اهو طيب حرف الدال في وسط الكلمة يا حبيبي يا حلوين اهو مسكت في اللي قدامها حرف الدال في وسط الكلمة بيمسك في اللي قدامها اهو بس بيرفص اللي وراها ما ميم فتحة ما دال كسرة مديه في بعدها ما دي بليه اهو مديه في نوم فتحة في اتاة مربوطة اه يا جماعة شوفوا الدالة اهي ادي الدالة اهي الدال هنا في اول الكلمة اهي اهي رفصت اللي بعدها الدال اهي في وسط الكلمة لو ما سمعهاش حرف رفاص ادي الدال في وسط الكلمة اهي حضرات اهي مسكت في اللي قدامها ورافصت اللي وراها مدينة ادي شكل حرف الدال في اول الكلمة شكل حرف الدال في وسط الكلمة ويا محمد يا عزة وحبيب يا حلوين للطلبة الدل برضو لها شكل تاني في وسط الكلمة هنا تمام؟ علشان ما فيش حد ممكن برضو يبقى في وسط الكلمة ويسبقى حرف رفاص زي ايه مثلا؟ زي أدهم مثلا أهو أد يلا أدهمو شوفوا سبق الكلمة حرف رفاص اتكتبت لوحدها تمام كده برضو في وسط الكلمة إيه واحد يقول لي إيه يا أستاذ انتا قلت لي حرف الدل في وسط الكلمة مسك في الل Vivian pertama أقول لك ماشي حاضر طب لو سبق حرف رفاص هاني برضو همسكه في اللي قدامه لا هذه الأية الألف رفاصة الدل أهي والدل رفاصة لورا أهي برضو في وسط الكلمة هذه في قول الكلمة وفي وسط الكلمة الشكلين دون طب في آخر الكلمة في آخر الكلمة كده يا الله بص يا بص يا حبايبي يا حلوين هي هي برضو الدل برضو في آخر الكلمة هي هي نفس الشكلين تمام كده بس في آخر في آخر الكلمة تعالوا كده نشوف يلا كده زي برافو عليك برافو عليك هنا محمود سبقى حرف رفاص تمام كده برافو عليك يا عزة طيب هنا ايه برافو عليك ولده ايوه برافو عليك كده اهو تمام تمام برافو عليك اهيه هدي حرف الدلة الدلة اهيه برضو في آخر الكلمة مسجد فين في اللي قدامه عشان حرف اللام مش رفاص تاب الكلمة التانية وانتا قلتها يا عزة يالله محمود ماشي هادي الدلة اهيه الواو حرف رفاص رفاص هدال يا حضرات معلش بقى يا استاذ يا ايه ادي محمود معلش يا استاذ محمد يا منصور اهي الدلة اهي عاوز نبينها الدلة فاخر الكلمة اهي 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 تمام كده كده عرفنا شكل حرف الدال في اول الكلمة زي ديكو وفي وسط الكلمة زي مدينة وادهم وفي اخر الكلمة زي ولد ومحمود يا حضرات اولياء الامور طلبة كراصة الشكل نكتب شكل حرف الدال كده وننزل بيه لاخر عشان هشوفها ان شاء الله تعالى الحصة جاية يالله حبيبي كده تعرفتوا على شكل حرف الدال تمام تمام يالله بقى بينا على ايه على صوت حرف الدال طبعا المتفقين الناس اللي ما حضرتش معنا قبل كده ان كل واحد فينا ليه شكل وله صوت ليه شكل وله ايه وله صوت يا استاذ اهنا تعرفنا على شكل حرف الدال عايزين نسمع صوتها دم حنسمع صوتها ازاي ان شاء الله بقى هم هعاكسها ولا هعمل لها ايه هعمل لها ايه حد يقول لي حاجة اسمها يا استاذ حركات حاجة اسمها حركات الحركات القصيرة يا استاذ والحركات الطويلة برافو عليك يا عزة ايوة كده انا عايز الناس كلها بصحصحة معايا وننتهز فرصة الحجر الصح يا حضرات ونستفيد حاجة ونتعلم حاجة لو نعلم اولادنا حاجة تمام كده عشان ممكن اولادنا ينسوا والله حد يجب نخباك مية احنا صايمين صحيح ماشي تمام كده ده حيجيب مية بصحيح لا انا عزة انا صايم والله تمام كده طيب عايزين ما نسمع صوت حرف الدال نسمع صوته ازاي حرف الدال نحط له حركات يعني ايه حركات فتحة كاسرة ضم ده اسمها حركات قصيرة تعالوا بينا كده يلا لا هو احنا اتفقنا اهيه ده الفتحة يلا عزة ده الفتحة برافو عليك يا حبيب والديك ايوه ده الكسرة برافو عليك ده الضمة برافو عليك يا حبيب والديك دي اسمها حركات قصيرة الفتحة والكسرة والضمة دي اسمها حركات ايه حركات قصيرة يا استاذ ده الفتحة ده ده الكسرة دي ده الضمة دو مش هدوا لي ده ولا ده لا ده دي دو ده اسمها حركة ايه قصيرة يعني حركة قصيرة يعني ما منطول شي صوت الحركة فيها ده الفتحة ده ده الكسرة دي ده الضمة دو طيب عايزين كلمة بقى أول حرف الده الكده يلا حبيبي لا ده المفتوحة دم ماشي هنقول مثلا ايه لا بلاج دم ده عشان الميم مشددة ولسه هم معروفش الميم المشددة تمام كده يا الله الله نور عليك دارسو تمام ادي الدال اهو الدال فاقول الكلمة هي دال فتحة دا رأس ساكنة تر سنضمة سو تمام كده حضرات وحا تمام ادي الدال فتحة هي دال فتحة دا رأس ساكنة در سنضمة سو تبعزين مثال كده على الدال او دارو برافو عليك يا محمد يا عزة ايوة كده خليك فيك يا معاي دارو ما يفاش اقول دار ولا دارس لا 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 حرف الدال مرقق يا حضرات دال فتحة دا رأس ساكنة در سنضمة سو يبقى دار سو دار سو طيب دال فتحة دا بعدها مد بالالف دا رأضمة رو يبقى دا رو برافو عليك ايوة كده يا محمد عزة تمام والله ماشي الدال بقى اللي تحتها كسرة يا حضرات دال كسرة دي دال كسرة دي دال كسرة دي معايا دال كسرة دي عايزين كلمة اقولها اقولها دال كسرة يا حضرات بصوا كده هكتب كلمة ده مين دا طيب انطب انطب معايا كده يا محمد يا انطب معايا انطب معايا كده يا اخر انت انت لجبت لنفسك يلا معايا كده استهجأ كده يلا يلا الخاء دي احنا اخدناها خاء ضمة خو ماشي دال دال كسرة دي يبقى خو دي خو دي عين فتحة ع يبقى خو دي ع برافو عليك ايوة كده خاء ضمة خو دال كسرة دي خو دي عين فتحة ع يبقى خو دي ع تاني عشان نعرف انطاها كويس اهي خاء ضمة خو دال كسرة دي يبقى خو دي عين فتحة ع خو دي ع برافو عليك يا حاول لابد بنا استهجها وانطاها بهذه الطريقة يا حضرات طيب دال ضمة حضرات باعه يلا كده يلا دال ضمة يلا قول يلا الله ينور عليك الله ينور عليك يلا دال ضمة دو دال ضمة دو مين بعدها مده بالوغاو مو يلا عين ضمة ع يبقى دو دال ضمة دو مين بعدها مده بالوغاو مو دو مو عين ضمة ع دو مو ع برافو عليك يا حبيب ولديك كده خدنا مثال على الدال فتحة والدال كسرة والدال ضمة تاني قول معايا لا لسه بسه بادر على الكلام ده دال فتحة دا دال كسرة دي دال ضمة دو دال ضمة دو سيدة عمرو عمر جه بسوء ان شاء الله هنطلع على طول يعني هنطلع على طول على الحالة بعدها مش هناخد فاصل خلص نهائي تمام كده ماشي دال فتحة دا دال كسرة دي دال ضمة دو تمام كده طيب الحركات اللي احنا قلنا الحركات القصيرة تانية عيدة تانية هو دال فتحة دا هيا الله دال كسرة دي دال ضمة دو طيب دال فتحة دي عايزيني مدها يعني عايزيني نطولها شوية نعمل نخليها حركة طويلة زي كده طويل يلا دال فتحة دا عايزيني نخليها حركة طويلة يلا اقول لي يلا اقول لي يا عزة ايوه مين دا اللي في كنتور السونطة دا عسل دا برافو ايوه كده دا الفتحة دا دا اللي بعدها مد بالالف دا تمام دا الكسرة دي عايزيني مدها نمدها بايه بالالف لا يا استاذ طالما كسرة الكسرة بتحب الياء والمد بالياء بيحب الكسرة يعني ايه يبقى دي دال بعدها مد بالياء دي دا الكسرة دي قصيرة طويلة بقى دي تمام دا اللضمة يا استاذ نعمل فيها ايه دا اللضمة دو دا اللضمة دو طيب عايزيني نطولها شوية نمدها شوية نعمل فيها ايه نمدها بايه الضمة بتحب يمد بالوا ومد بالوا بيحب الضمة يلا كده يا حضرات دو دا الضمة دو دا البعدها مد بالوا دو تاني دا الفتحة دا بعدها مد بالالف دا دا الكسرة دي بعدها مد بالياء دي دا الضمة دو بعدها مد بالواو دو طيب عاوزين مثال كده على المد بالآلف يا أستاذ محمد يلا كده يلا حبيبي كده يلا ايه ما فيش مد بالآلف اهو ده البعدها مد بالآلف اهيه داره تمام كده هنا دي بعدها مد بالآلف ايه تاني لا بلده لا خصيرة دا دال بعدها مد بالآلف دا رأضم رو يبقى دا رو يلا حاوزين حاجة تانية كده يعني كلمة تانية كده فهماد بالآلف يلا هه معايا ولا مش معايا هه تمام دا رو ماشي الدال بعدها مد بالياء بقى حبيبي يلا كده اهو حا فتحة حا دال بعدها مد بالياء دي دا دا ضم دو تمام يبقى حا فتحة حا الدال بعدها مد بالياء دي يبقى حا دي دا ضم دو يبقى حا دا دو تمام كده عمر يا عمر استمع شوية عشان اتستمع شوية عمر يا عمر علشان تعلم بنتك او ابنك الله عمر و عمر مش عاوز يتعلم عامل ده و شاك تكون طرع على الفاطئ ماشي تمام كده طيب المد بالواء بقى يا عمر يا عمر يا الله كده ما تنطي يا عمر يا عمر لسه جاي طيب ماشي حق ضم حو دل ضم دو حو دو الدل لو مدناها بالواء نقولنا نقولها ازاي يلا حدو حق ضم حو دل ضم دو حو دو بعدها مد بالواء حدو ضم حدو دو تمام كده خدنا مد بالالف زيدارو خدنا مد بالياء زي حديدو خدنا مد بالواء خدنا مد بالواء زي حدو دو بقى ايه بقى يا محمد عزيزة اخر حاجة الدالي الساكنة الدالي ايه من الصغير اللي في الكنترول قولولي ها ها لا والله بجد هتهولي هنا حد صغير اي حد صغير عندك هتهولي هنا على الهوى يا الله حبيبي لو في اي ولد صغير عندك هاتو نعرف ان كل اطفال في البيوت فاحنا قلنا وقررنا نعمل البرنامج ده عشان خطر اطفالنا لايه في البيوت طيب يلا كده ادالي الساكنة نعرف انطقة لوحدها حد يقولي ادالي الساكنة يا حضرات مفيش حد خالص معي في الكنترول النهاردة ليه ادالي الساكنة ايه حد نعرف انطقة ادالي الساكنة كده لا طبعا غلط غلط لا اسلام يا حضرات يعني جاي من المينيا ماشي يعني لا وايه ومتخرج يعني وتعليم عالي ومفيش فايدة برضو مش عارف ينطق الحرف لا والله مش عيب مش عيب والله يا جماعة انا يعني كلنا ليه سمتعلمين بس احنا نتعلم صح عشان نعلم اولادنا ونعلم اخواتنا صح ولا لا ادالي الساكنة هنا يا اسلام هواء صعيدي ادالي الساكنة هنا يا اسلام ما ينفعش ننطقها لوحدها ما ينفعش ننطقها ايه لوحدها لابد نجيب حرفه قدامها يا اسلام ادوا عليكم مثلا الف همزة فتحة اد امطق كده اد اد الله ينور عليك ايوة كده اسلام يا جماعة اتطور من اول حصة بسم ده ما شاء الله برفو عليك يا حبيب والديك تمام كده طيب الف همزة كسرة اد الله ينور واحد بقولك ايه دأ واحد بقولك دأ لأ هي انا عايز اقف على حرف الدال دال ساكنة اسمع صوت حرف الدال وانت واقف عليه كده يلا اد اد طيب الالف ضم برضو عمرو عمرو عملي دوشة جوا برضو يا عمر الف همزة ضم او دال ساكنة اد اد تمام عايزين تبتع تاني تبلوب اه لو با بد لو بي بد لو بو بد تبلوح حد تبلوحي حد تبلوحو حد لو ما فيش وقت ما فيش مشكلة لغنية نكمي حرف الدال النهاردة تمام كده يبقى ملاش فيديوهات النهاردة نكمي حرف الدال يبقى اد 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 الف همزة فتحة دال ساكنة لو بو بد لو ح حد لو ح حد لوحو لابد ده اسمع صوت حرف الدال ما ينفعش يقول با ما ينفعش يقول با لا هي دال دال ما ينفعش يقول بخ ولا بح ولا بل لا ديه دال اسمها دال لابد اسمع صوت حرف دال ونواقف على السكون عليه كده وحرف السكن ضعيف ما ينفحش أمطأه لوحده تمام كده أد بد حد طب اكتب لي كلمة كده يا أستاذ مثال عليها كده عشان نعرفها ونكتبها في الكراسة يلا بينا يلا حد يمطأ لي الكلمة دي كلمة سهلة عشان إيه أخوتنا الصغيري حد يمطأ لي الكلمة كده يلا يلا حد يمطأ لي الكلمة دي كده حضرات أهي إيه لأ مش عايزك تمطأيها كده يا حبيبتي على طول لأ اسمعيني أقول بأ فتحة بأ دال ساكنة بد بد رأضم رو يبأ بد رو نكتب له كلمة تانية مش مكتب معنا اتصال السلام عليكم بأ منا السلام عليكم يا منا يا منا ايوة أنا هكتب لك كلمة دلوقتي انت في سنة كم يا منا ايه في سنة كم في سنة كم انت في سنة كم سنة تالتة تالتة مفروض نسألك السئلة أحسن من كده بس هنشتغل على الكلمة دي الكلمة دي اللي احنا كتبناها بأ فتحة بأ دال ساكنة بد رأضم رو يبأ بد رو وحكتب لك كلمة تانية كده وانترهالي واستهجهالي تمام تم ممكن بس تبعيد عن عن التفزيون او توطيه شوية بعد ازنك يعني معلش تمام تم تعال وكتب كلمة كده تانية كده يالله يالله يا جماعة يالله يالله كده حبيبتي كده استهجيها الاول كده حرف حرف بالحركات لحظة يالله اد ايوه اد مصبوط ايوه مو برافو عليك يا حبيبي تولديك الف همزة فتحة ا دل ساكنة اد ها فتحة ها يبقى اد ها مي مضمه مو اد ها مو بقولك ايه معايا اي طيب عايزين نحلل الكلمة ادهم دي لمقاطع صوتية نعملها ازاي يالله كده يالله حبيبتي اد اول مقطع ايه حرف واحد لا حرفين ليه يا حبيبتي حرف واحد حرفين ليه ليه عملناها حرفين ليه اد ليه عملناها ليه ما عاوز تفاهمين عشان مش عارف عشان السكوط الله ينور عليك يا حبيبتي دل ساكنة ما ينفعش نمطعها الوحدة نطعناها مع الالف ماشي با اد نقطع ايوه برافو عليك يال بعد كده ايه اناف برافو عليك يالله اها الوحدية برافو عليك ليه بقى الوحدها عشان نعليها السكون الله نعليها السكون ولا فيه مد ولا حاجة نقطع يا حبيبتي برافو عليك بعد كده ايه بعد كده ايه بعد كده ايه ما الله ينور عليك كم مقطع كده يا حبيبتي ثلاثة واحي اتنين ثلاثة شكرا 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 درابو كده ايه يالله ماشي ماشي طب نكتب كلمة كده يالله مم نكتب كلمة تانية كده محمد معايا من ايه محمد برافو عليك يا محمد تخليك معايا اكتب لك كلمة كده وتنطقها لي وتحللها لي مخاطع صوتية ايه رأيك ماشي حبيبي يالله هنقول مسلا اهو كلمة صويرة على قدنا يالله يالله ايه كلمة منطهلة حروف بس ايه يالله واستهجها لي واحدة واحدة كده وانطقها لي ما تنطهاش بالشكل لا لا مش عادة تنطهلي بالشكل كده ها اي لا انا عادة تقولي باق فتحة باق يالله باق باق فتحة باق ده الساكنة الله ينر عليك باق رو برافو عليك ايوا كده باق فتحة باق ده الساكنة باق رأضامة رو يباق باق رو باق رو تمام يالله انا اطعها بقى انا اطعها ازاي باق الباق لوحدها الباق لوحدها ها الباق لوحدها لا غلط مين اللي جنبها غشيشها غلط ايه رأيك باق لا الباق الباق مع الباق برافو عليك ما تسمعش كلام بابا جنبك ايوا كده بد صح كده واقطع يالله برافو عليك ايوا كده باق فتحة باق ده الساكنة يبا خدناها مقطع واحد بد اقطع والرأضامة يبا كم مقطع كده بد كم مقطع صوتي شميع الله ينور عليك يا حبيب والد شكرا شكرين جدا يا جماعة كده خلصنا حرف الدالي النهاردة الحمد لله رب العالمين ما تنسوش ما تنسوش يا حضرات تكتبوا الواجب نفس اللي احنا خدناه النهاردة كده هو واجب نفس اللي احنا خدناه النهاردة واجب يا حضرات في وقت اللي لغنية يا سيد محمد تمام للأسف شديد فيه كانت اغنية كده وان شاء الله هن ايه المرة الجاية ان شاء الله هنشاهدها ان شاء الله تعالى اشكر جميع زملائي في نهاية الحلقة والناس تعمت معا جدا والاستاذ محمد منصور اكتر واحد تعمت معا نهاردة والاستاذ محمد عزت كان متفاعل معايا اللي سجد الوقت ما عملش حاجة تمام كده وجميع الزملاء في الكنترول اسلام اهم حاجة اسلام تمام كده ده اهم حاجة ما قدرش انساء كرماني طبعا يعني ايه مش عارب بيعمل ايه ما فيش مشكلة المهم كل الناس حبيبي كل الناس تعملت النهاردة اشهرها جدا 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 واشكركم مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم وتفاعلكم معنا اليوم وإلى ان التقي بكم الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة